السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة حصة اليوم ان شاء الله سوف نتعرفوا فيها على الاجهزة الكهربائية المنزلية او les électroménagers les électroménagers فلنبدأ على بركة الله واول أباري électroménager اللي هي فور فور تنمو مشكلن دون كنقولون فور او فور جو كوي ام پولي او فور جو كوي ام پولي او فور فا جو كوي كتاني اطبوخو ام پولي داجاجا او فور في الفور دونك جو كوي ام پولي او فور اطبوخو او اطحي داجاجا في الفور تاني أباري ايлектroménager اللي هي ميكرو اند فا ميكرو اند اتنمو مشكلن دونك كنقولون ام ميكرو اند ام ميكرو اند او فور مو جي فا كنسمي او فور مو جي او الميكرويز جو رشوف لبلة او ميكرو اند جو رشوف لبلة او ميكرو اند ام ميكرو اند يعني او اي دو تسخين الاتعيمن ما بين لطابل دو كویسان او لفور اللي هو الفورن داكو طابل دو كویسان فا لطابل دو كویسان يلي كدهر سورا دو كنوا بنسبال صورا الوولا طابل دو كویسان queز يعني سفیحة مد بخ بلغاز كتر من بلغاز او بنسبال صورا تین یفه یا plاك آنجون plاك آنجون فا کنقول تابل دو كویسان او plاك دو كویسان فا لتابل دو كویسان سنتال او نيوو دو كون دو تراویل فا لتابل دو كویسان او لتابل دو كویسان كنودغهم au niveau du plan de travail ات فاات أو laات aspirante هي ساحبت هوا المطبخ هي هدل كدر سورة nous utilisons laات pour aspirer les vapeurs de cuisson nous utilisons laات pour aspirer les vapeurs de cuisson et ني كنستعم لو laات pour aspirer les vapeurs de كيسان باش تحب البوخار نتعتبر الآن عنا بويوار فا بويوار اتنان في منان دونس كان قولو اون بويوار اون بويوار لي هو غالاي donc جبو لو دون لبويوار جبو لو دون لبويوار يعني اغلي الماء في الغالاي donc لبويوار كتعني غالاي ميكسر 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 est un nom masculin donc ان قولو ام ميكسر او خالات جمكس دی فی دون لبوخار جمكس دی فی دون لبوخار يعني اخليتو فاوك في خالات اخليتو فاوك في الخالات باتر باتر est un nom masculin قلو أم باتة أم باتة زفئ آن قاتو آل ايد دم باتة زفئ آن قاتو آل ايد دم باتة جفئ آن قاتو يعني أصنعو كاكا آل ايد دم باتة بستخدم دم باتة ول باتة هو اللي في سورة فريتز فليا فريتز ياميقلات كهربائية سنتخدموها باش نقليو بعد الأطعيم La friteuse permet de frire des aliments La friteuse permet de frire des aliments إني كنستعملو la friteuse باش نقليو بعد الأطعيم GRIPIN GRIPIN أو UN GRIPIN UN GRIPIN هو محمس الخبز Chaque matin J'utilise le GRIPIN Pour griller les tronches de pain Chaque matin J'utilise le GRIPIN Pour griller les tronches de pain Chaque matin J'utilise le GRIPIN يعني السعملو محمد الخبز Pour griller les tronches de pain Les tahمises شارائح الخبز Donc هذا بالنسبة Le GRIPIN Le GRIPIN أو محمس الخبز Cafetier Cafetier C'est un nom féminin Donc on a callou une café Cafetier Fahyya Saniعة القahoua Fahyya هاد L'Ala اللي Katzenah القahoua Katzenah Une Cafetier Petrin فهي أهلا كنستعملها يعني كنستعملها لعجن عجينة الخض وكذا بنسبة للأم بيتخن فهي عصارة الحمضيات فهي عصارة الحمضيات فليزة غروم هما الحمضيات الآن عنا ريفريجيراتور فريفريجيراتور إيطان نو مشكلن مع أنه ثلاجة بالعربية إيس مؤنت ولكن في الفرنسي كنقول إن ريفريجيراتور إيطان نو مشكلن ماشينة لعبة هي غسالة أو غسالة الملابس وعننا آلة أخرى بحالها اللي هي السيشلانج فلماشينة لعبة كتغسل لنا الملابس والسيشلانج كتجفف الملابس يعني كتنشف الملابس كتماء السيشلانج لففسل أو أعن لففسل فهي مشينة لعبة لففسل يعني ألا اللي كن رسلو فيها السوحون فهي رسلت السوحون أو رسلت الأتباق كنقولون أعن لففسل فرأ رسلت descrimin Hallelujah فرأ رسلت الفهي ملابس فرأ رسلت السملة لففقي ملابس نمور الملابس فا aspirateur اتا نو مسكولا كن قولو ان aspirateur يأميكنسا كهربائيا أباري كي أسپير لأبوسيار لأباري كي أسپير لأبوسيار فالأبوسيار يأميكنسا كهربائيا مكيف الهواء أباري دو كليماتيزاشن وبهذا نصل لنهاية الحصات تعرفنا فيها على الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الزيلكترومينجين سمنا حصة اليوم تكونوا استفدوا منها وتكونوا تعلمتوا أسماء الأجهزة الكهربائية المنزلية فما تنسوا تشاركوا الدرس مع التقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة ونتلقوا في حصة مقبلة إن شاء الله